بسم الله الرحمن الرحيم أكاديمية مصر لتعليم التنس الأرض تحقيكم أحنا عملنا كذا فيديو لجميع اللعيب الكبار نعرضها إن شاء الله إن شاء الله مع علاقة جميل جدا اللي هو آلبي موري آلبي موري هو لعب تنس كورة المضرب بسكوتلاندي من إنجلترا احترف لعبت كورة المضرب من سنة 2005 حقق أعلى تصنيف عالمي له في 2009 وكان حصل في الفترة دي على المركز الثاني عالميا وأندريه اللعب في الملعب خراحة يعني يقدر يسيطر على الملعب شمالا ويمينا في لعبه الجميل وهو عنده روح طويلة إنه هو قدر ينافس ويبكرة روحة تيجي معاه أكتر من مرة وهي المتاز بها هذه اللعبة فاز ببطولات جراند سلام في أمريكا المفتوحة في 2012 يعني هو من ضمن الشباب اللي بدأوا وفازوا بالبطولات جراند سلام في 2012 وحصل على ويل بيردون سنة 2014 كان في النهاية بتاعها وكان النهاية كما وصل لنهاية استراليا خمس مرات ولكن لم يجارفه الحظ إنه هو ياخد النهاية في استراليا لكن وصل إليها خمس مرات للنهاية بتاعها في ويل بيردون في إمريكترا وهي الملاعب العشبية أو الملاعب الخضراء وحصل على الميدية الزهبية في أولمبياد لندن 2012 كان بيلعب على زي الأولمبياد وحصل عليها في 2012 وكانت بمناسبات كمان هناك فارد الرجال بالفارد الرجال ومناسبات زوجي المختلط فاز برضو في نفس المنافسات احترف احترف كل سنة 2005 أندوم ري احترف 2005 وكانت أول مشاركة لأندوم ري في بطولة برلينة بإيطاليا 2006 أحرز أحرز ضب جميل في 2006 2007 افتتح مريه موسمه ببطولة قطر دخل بطولة قطر بس ما حصلش عليه في 2006 ولكن لم يحرف الحظ ولم يوفق إنه ياخد نهاية قطر المفتوحة ولكن في 2008 فاز ببطولة قطر المفتوحة يبقى 2007 اشترك فيها ولم يحرزها في 2008 وفق واخد بطولة قطر المفتوحة في 2008 في 2012 فاز مريه بالموديلية الزهبية في أولمبيات لندن يبقى في أولمبيات لندن في 2012 حصل على الموديلية الزهبية مريه بالصراحة هو يعتبر البريطاني المميز اللي هو أصبح يحصل على ويل بلدن في 2013 بعد فريد باري فريد باري ده كان لعب بريطاني في بداية القرن في أولى القرن العشرين كان تقريبا هو موارد 1989 فريد باري ووصل في الخمسينات تقريبا 55 أو 56 خد بطولة ويل بلدن ده كان آخر البريطانيين في مصوله على ويل باري جاء أندو مريه بالصراحة وفق وفاز في بطولة ويل بلدن وأصبح أول بريطاني يفوز بلقب فردي الرجال في ويل بلدن منذ اللاعب فريد باري فريد باري الكلام ده يمكن من حوالي 77 سنة تقريبا يعني اعتبر هو لكسر هذه الفترة الطويلة لها من حوالي سنة 55 حتى 2013 بفضل الله فعلا عن نوريه حصل على بطولة ويل بلدن وكان اخذ بجلارة وكانت نائيات جديدة جدا وكان من الناس المميزين في هذه البطولة شكرا